وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى العاصمة السعودية رياض للمشاركة في القمة العربية الصينية الأولى وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئيسة الجمهورية بأن مشاركة السيد الرئيس في القمة تأتي في إطار حرص مصر على تدعيم وتطوير أواصر العلاقات التاريخية المتميزة بين الدول العربية والصين ويتضمن برنامج الرئيس السيسي عقد عدد من اللقاءات الثنائية مع القادة المشاركين في القمة من أجل تباحث حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية ومنقشة آخر المستددات على الساحتين الإقليمية والدولية غادر السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي أرض الوطن متوجها إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة في القمة العربية الصينية التي تعقد بالعاصمة الرياض ولدى وصول السيد الرئيس مطار الملك خالد الدولي بالرياض كان في استقبال سيادته الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة الرياض والسيد أحمد أبو الغيت أمين عام جامعة الدول العربية وكبار رجال الدولة وتأتي ظروف عقاد القمة في وقت تحتاج فيه المنطقة إلى تضافر الجهود الدولية والإقليمية لإيجاد الحلول السياسية للعديد من الأزمات والقضايا الإقليمية والدولية وتمثل القمة محطة بارزة في مسيرة الشراكة الاستراتيجية بين الدول العربية والصين اشتركوا في القناة